طيب، أريد سعلك على حاجة بها مهمة جداً جزدالدوفيريرا هيلعب إزاي مع الزمالك؟ تشكيلة الزمالك المثالية مع جزدالدوفيريرا هتكون عاملة إزاي؟ إحنا عارفين إنه في الولاية الأولى كان واضحة جداً 4-3-3 يعني طريقة 4-3-3 اللي كان بيعمل فيها كل حاجة حلوة هيلعب بنفس الطريقة في التشكيلة الحالية دي ولا ممكن يغير على ضوء التشكيلة الحالية؟ أنا ممكن أقول لك تشكيل من دلوقتي بعدها واحد بس هي دي اللي أنا هبقى أطلم فيها طيب، فهتسمح لي في واحد دي المرة ثمانية ناحية ناحية شمال بس ممكن أقول لك التشكيلة النهاردة فتوح لعيبها لعيب 10 داعي ربايس لو تفتكر المرة اللي فات بردو نتكلمتك يا كريم قلتلك إن عبدالشافي ممكن ألعب الحتة دي بس هو لعب النهاردة فتوح عبدالشافي نزل وفتوح لعيب فتوح ما أجادش فيها قوي إنه وقت كان أولايل والجونة كان معها عملية البون في رأيي إن السردباكين هيبقى محمود علاء والوينش أو عبدالغاني والوينش أو عبدالغاني وحمود علاء التلاتة بيروتاتوا مع بعض مستوسي أو حازم واحد فيهم يعني هو المستوسي هو بيبقى الأساسي إن حازم إصاباته كتير والنحية الثانية فتوحي طارق أكيد هو اللي هيبقى موجود ناحية اللي مين؟ ما معشور ناحية الشمال هي دي بقى المشكلة إنه هو هيلعب 4-3-3 نفس فكرة لو إنه هتبقى معدلة عن كيروش هو مش هيروح بين الوينجين هو هيلعب 4-3-2-1 زي ما مروان قال الوينجرز بتوعي هو فريرة الوينجرز بتوعي ما يبقىش مسكين الخط لأ داخلين لازم ترجع بالذاكرة لما كان بيشتغل تشكيل نات الزمالك كان ثابت ساعتها كان أيمن حفني كان وقتها هو اللي موجود وحمد عيد عبدالمالك الاتنين ما بيمسكوش الخط آه بيطلعوا على الخطوط وهنا في سكواد الزمالك لو هكارن انت عندك زيزو بنشرق اللعبوها طيب هتروتيت بقى عايز تروتيت هتحطش الكبالة مثلا بنشرق زيزو ممكن يبقى ثالت في نص الملعب فأتخيولي الشخصي يعني ان هي دي الأقرب اللي ممكن تبقى موجودة الفيرود سيفينجزيري وعمر السعيد أتوقع برضو ان ممكن يعتمد على أوباما في مركز المهاجم لو عمر السعيد وسيفينجزيري بقى انا كنت تحاول دي لا انا كنت تحاول دي انا كنت تحاول لأوباما في خطة جوسفالدو فريرا أو بنشرقي حد يلعب منهم هو المهاجم الوهمي ويلعب زي جوارديولا مبارح مثلا بشادو سترايكر أو الفولس ناين علشان يقدر يدي مساحة للوينجرز نوم يدخله في عمق الملعب لأن شغل الزمالك كله أو أقوى سلاح هجومي عند الزمالك زيزو وبنشرقي لازم أفضلهم المساحة اللي هي في عمق الملعب بأن أنا مدايقهمش بمهاجم مواخد بس البوكس أو ألعب بمهاجم مداري تحرق كاركستانو اشتركوا في القناة